الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبرك وعظم أما بعد مرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج أعرف نبيك حتى نتعرف على النبي من خلال دراسة أخلاقي الكريمة حتى نحيي بها مجالسنا وحياتنا وسلوكنا بين أنفسنا وبين الناس وقفنا في هذا الباب على هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في شمائله قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمين الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغده يبقى الإنسان إذا كان زعيما في قومه وكان قبلة للناس يذهبون إليه ليقضي حوائجهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاله فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفي شيئا ولا يقول لأحد لا وكان لا يرد سائلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ادخر طعاما في بيته وجاءه سائل أخرج ما ادخره حتى لبيوته صلى الله عليه وسلم وكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة يعني فيه الكفاية دون الزيادة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعليك أن تنفق ما زاد عن حاجتك لمن احتاج إليك وجاءك يطلبها منك فإن رسول الله عليه وسلم من أخلاقه ألا يكنز المال وألا يمنع السائل حاجته وعنده الفائض وعنه بي قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله وتعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي يعني اشتري على اسمي ابتع علي يعني اشتري على اسمي يعني اشتري ما شئت بالسوق وقل على محمد والرسول صلى الله عليه وسلم يدفع بعد ذلك عندما يتوفر له من المال والسيول الكفير فإذا جاءني شيء يعني من مال قضيته يعني قضيت لك ما اشتريت به حاجتك فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه يعني كأن النبي كان أعطى الناس ما عنده فلما جاءه يطلب ما ليس عند النبي لم يعتذر النبي لأنه ليس عنده شيء بل قال له اذهب إلى السوق وابتع ما شئت وقل على محمد هكذا كان النبي من أكرم الناس فلسيدنا عمر أشفق على النبي كيف يكلف نفسه فوق طاقته وكيف أن الناس تسقل على النبي وتطلب منه ما ليس في يده صلى الله عليه وسلم فأشفق سيدنا عمر على سيدنا رسول الله وقال له يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه يعني أعطيته حسن المسألة قلت له ليس عندي شيء كأنه قال له سهل الله عليك وليس عندي شيء هذا في حد ذاته عطأ ولكن النبي تكلف وقال له اذهب واشتري من السوق ما شئت وقل على محمد فقال له سيدنا عمر قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار وقف واحد من الأنصار يعلق على المسألة بعدما سمع قول سيدنا عمر وعلم الكراها في وجه النبي إن سيدنا رسول الله لا يحب هذا الخلق أن يعتزر بالرغم أنه عنده العزر فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يتحقق بالعزر فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا يعني افتقارا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفق ولو ما ليس عنده لأن الله سبحانه وتعالى وعده أن يغنيه فقال له ووجدك عائلا فأغنى أي وجدك تحب أن تعول الناس وأن لا ترد سائلا فأغناك الله فإن أنفقت ما في يدك فأنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا لأنك تنفق من خزائن الله والله خزائنه لا تنفد ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكان ينفق حتى مما ليس في يده كان يتصدق مقدما قبل أن يحصل على المال ثقة بما في يد الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذا ورد في الحديث أنفق بلا لا يعني لا تقول لا أنفق بلا لا ولا تخف أو ولا تخشى من ذي العرش إقلالا يعني افتقارا لأن الله كلما أنفقت أنفق الله عليه وكلما تصدقت تصدق الله عليك وكلما وسعت على الناس وسع الله عليك وعنه بي قال حدثنا عليه بن حجر قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء وهي صحابية صغيرة السن قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب هذا الحديث سبق أن قرأناه في أبواب أخرى القناع هو الطبق المصنوع من خوص النخل يسمى قناع يعني طبق من خوص النخل فيه رطب وأجر زغب يعني زي خيار حديث القطع من الحقل ففيه الشعر الذي يكون على الخيار وغير ذلك من القثاء والأجر هو صغير القثاء أو صغير الخيار كل صغير يسمى جارو حتى الكلب الصغير يسمى جارو وأجر زغب يعني جايباله طبق خوص فيه بعض الرطب وبعض القثاء أو القيار حديث القطع من الحقل فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا فقبل النبي هذه الهدية وملأ طبقها حليا وذهبا يبقى من أخلاق النبي أن تقبل الهدية وتجزي عليها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويرد أمثالها بل أضعفها صلى الله عليه وسلم فقبل الرطب وقدم مكانه زهبا وفضة صلى الله عليه وسلم فهو أكرم الخلق وكان أغنى الناس بالله فلما كان أغنى الناس بالله كان عطاؤه يفيد على كل الناس فهو اليد العليا للأكوان لأنه أرسله رحمة للعالمين فما من مخلوق في العوالم إلا ويستمد رزقه من كف روحانية النبي صلى الله عليه وسلم ولو غاب جسد النبي فإن روحانية النبي سابقة لسائط الرحنيات وسابقة لظهور جسده ومستمرة بعد غياب جسده في قبره فما زال النبي بروحانيته معطاء للأكوان ومعطاء للخلق جميعا وهو القائل أنا قاسم والله يعطي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اليد العليا للأكوان فكان أكثر خلق الله إحسانا لخلق الله لأنه رحمة للعالمين فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله ونكمل الحديث الأخير في هذا الباب في الفاصل القادم إن شاء الله نكمل الحديث الوارد وهو آخر حديث وارد في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب الطويل لأن أخلاق النبي مهما تكلمنا عليها لن نحيط بها علمة فيكفينا قول الله سبحانه وتعالى في نبينا وإنك لعلى خلق عظيم وقول سيدتنا عائشة رضي الله عنه عندما وصفت النبي فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الترمزي في شمائله الحديث الأخير في باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هشام بن عروة يروي عن أبي عروة بن الزبير بن العوام ابن سيدتنا أسماء أخت سيدتنا عائشة يروي عن خالته سيدتنا عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن أخلاقه أنه يقبل الهدية من المهدي وكان يرد الهدية ويصيب عليها بمثلها بل وأفضل منها فإذا أهداك أخوك المسلم هدية عليك أن تقبلها وأن ترد له مثلها في مناسبة أخرى ولكن إن كان هذه الهدية من أجل المحبة أما إن أهداك هدية من أجل وظيفتك فاعلم أن هذه رشوة مقنعة في سورة هدية فعليك أن لا تقبل الهدية من أجل الوظيفة ومن أجل المنصب حتى لا تكون رشوة في سورة هدية فعليك أن تميز بين الهدية التي كان يقبلها النبي وبين الرشوة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يقبلها فإياك إياك أن تقبل الرشوة وتقول عليها هدية ثم تقول أن سنة النبي أن يقبل الهدية فلا تبدل أخلاق نبيك بسوء أخلاقك ولا سنة نبيك بسوء فهمك فعليك أن تتحل بالفهم الصحيح وأن تدرك متى تقبل ومتى ترد وكيف ترد وخلاصة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو حسن الخلق خلاصتها إن أردت أن تكون الخلاصة هي أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك فإن أردت أن تكون حسن الخلق فعليك أن لا تعامل الناس بطريقة معاملتهم لك فإن ظلموك فاعف عنهم ولا تظلمهم وإن منعوك فأعطيهم ولا تمنعهم وإن قطعوك فصلهم وعملهم لله بالله ولا تعاملهم كالإماعة إذا أساءوا إليك أسأت إليهم وإذا أحسنوا إليك أحسنت إليهم ولكن تجنب إساءتهم وأحسن إليهم واعفوا عن ظالمهم وأقل عصرة ضعيفهم ومظلومهم فنسأل الله أن يخلقنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياء أيضا مظهر من مظاهر حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي أن يفعل ما يعاب شرعا وعرفا فلا تفعل ما يعاب شرعا وعرفا لا بينك وبين نفسك لأن الله حق أن تستحي منه ولا بينك وبين الناس فعليك أن تكون حييا ستيرا موقرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى من كثرة حياء كان لا يعيب أحد في وجهه صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الترمزي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعب عن قتادة قال سمعت عبدالله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها يعني المرأة البكر تكون أكثر الناس حياء من المرأة التي سبق لها الزواج وسبق لها الإنجاب وسبق لها التعامل مع الرجال فكأنه يريد أن يشب حياء النبي بأشد حياء قد تراه في الناس وهو تراه في المرأة البكر التي عاشت في بيت أبيها ولم تخرج وتمارس معاشرة الناس خارج بيتها فتكون أشد الناس حياء فالنبي كان أشد من حياء هذه التي نشأت في خدرها يعني في سترها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه يعني إذا وجر شيئا يكرهه كان لا يصرح به ولا يتكلم عليه بل يعرف في وجهه ويعرض عنه ويشيح صلى الله عليه وسلم فكان لا يعيب أحدا في وجهه وكان لا يفحش في القول ولا في الفعل ولا في طريقة حتى جلوسه مع الناس وعنه بي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي قالت عائشة ما نظرت إلى فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قط وهذا يدلك أن النبي أيضا كان حييا ستيرا حتى حال جماعه لزوجته صلى الله عليه وسلم فكان يحب أن يتغطى وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى حال استحمامه كان يتسطر بستار فكان لا يرى منه شيء هكذا كان حال نبيك صلى الله عليه وسلم في كمال ستره وتستره وحيائه فالله في خلوتك أحق أن تستحي منه كما تستحي من الناس في جلوتك ومن خلال خلق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء ننظر ونعلم كيف بعدنا عن هذه الأخلاق في زمن انتشرت فيها السور الإباحية والأفلام الإباحية وتصوير الإنسان نفسه في سور لا تليق ثم بعد ذلك يعرضها على صفحات التواصل الاجتماعي دون أن يستحي من ذلك فعلينا أن نعود مرة أخرى لأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم فإن نبيك عاش ومات ولم يطلع على عورته أحد من الناس صلى الله عليه وسلم وكان له من الزوجات إحدى عشر زوجة ولم تطلع على عورته زوجة من الزوجات صلى الله عليه وسلم وكان إذا أراد أن يستحم كان يتسطر من وراء الحجرات وكان يتسطر بستار فكان لا يراه أحد هكذا كان خلق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فنسأل الله أن يخلقنا بأخلاقه الكريمة وأن يعيد الحياء خلقا كريما بين المسلمين بعدما انتشر الفحش والتفحش وندخل في باب جديد وهو باب مهم باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجامة علاج عرب قديم كان يستعمل لعلاج كثير من الأمراض في العصر النبوي الشريف واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وحث على استعماله والحجامة هي نوعان حجامة جافة وهي تسمى كسات الهوى يعلمها كثير من الناس وحجامة رتبة وهي الحجامة التي يكون فيها نوع تشريط في جلد الإنسان فيخرج منه بعد الدم والإفرازات في مواضع مختلفة من جسده على حسب علته فهذه الحجامة كانت في أيام النبي على هذه الصورة البسيطة حجامة سطحية إما أن تكون جافة أو تكون رتبة ثم تطورت بتطور الزمان بتطور الطب إلى الحجامة العميقة التي تسمى بعد ذلك الجراحة فتطور علم الجراحة وممارسة الجراحة ما هي إلا تطوير للحجامة التي كانت تفعل أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة السطحية فصارت حجامة عميقة تحتاج للإنسان أن يكون تحت مخدر وأن يدخل مخدر ولذا علينا أن الجراحة الحالية ما هي إلا التطوير الحديث للحجامة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولذا علينا أن لا نظن أن الحجامة في عصر النبي لابد أن نلتزم بنفس طريقتها التي تؤدى أيام النبي بل علينا أن نستفيد بالخبرات المتراكمة على مر مئات السنين من الأطباء وأن نستفيد بالحجامة السطحية والحجامة الرتبة والحجامة العميقة في التعامل مع الأمراض المختلفة فقد يكون المرض عميق في جسد الإنسان يحتاج إلى مخدر وإلى أن يخترق جسد الإنسان بجراء حتى نخرج العضو التالف من جسده فنكمل هذا الباب المهم في الفاصل القادم إن شاء الله عدنا مرة أخرى مع الحجامة وهي طريقة العلاج العربية القديمة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والتي فعلها صلى الله عليه وسلم وفعلت في جسده الشريف فاحتجم النبي مراراً احتجم عندما سم من أكلة خيبر واحتجم من الصداع واحتجم من الحم واحتجم أيضاً عندما جحشت به ناقته فأصيب بألم في بضيه يعني خلف ركبته صلى الله عليه وسلم وكان هذا العلاج منتشر في العصر النبوي الشريف ثم كما قلت لك تقدمت هذه الحجامة وصارت بعد ذلك هي الطرق الطبية المعروفة المختلفة فقد تكون الحجامة الآن التي كان يحتجمها النبي من أجل الصداع وارتفاع الضغط تكون في صورة قرص من الأقراص لتخفيض الضغط ولإدرار البول فتكون حجامة دوائية وليس يشترط أن تكون الحجامة بنفس صورتها في عصر النبي وقد تكون الحجامة الآن هي الجراحة العميقة التي تستوجب للإنسان أن يتعرض للمخدر وأن يدخل حجرات العمليات وأن يقوم الأطباء باستئصال أجزاء مريضة من جسده فهي صور مختلفة لتطور الحجامة وعلينا أن نتطور معها وأن لا نتمسك بنفس إسلوب أدائها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أن هناك فوضى في استعمال الحجامة القديمة ويقوم بها كثير من الناس بغير ضواب الطبية في زمن انتشر فيروسي بين المصريين فقد تكون سببا أيضا لنشر هذا الفيروس خصوصا أن يقوم بها الآن بعد حلاق السحة وبعد غير المتطببين من الناس كثيرين في هذا المجتمع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ويسلمكم من سوء استخدام العلاج النبوي الذي ينبني عليه الضرر فالنبي قال لا ضرر ولا درار فلا تكون أداء السنة النبوية سببا لإضرار الناس والإضرار بالناس فليقم كل إنسان بواجبه حيث أقماه الله فلا يقوم بالحجامة إلا طبيب درس أصول المهنة وعلم كيف يعقم الآلات حتى لا ينشروا العدوى المنتشر بين الناس الآن من فيروسي وغيره من الأمراض المعدية الحديث الأول في هذا الباب قال الإمام الترمزي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من الطعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو من أمثل ما تداويتم به الحجامة يبقى أجر الحجام أجر جائز طيب شرعا حلال أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان وردت روايات أن شر الأجر هو أجر الحجام فالجمع بينهما أن شرها إذا كانت مشروطة وفيها نوع احتكار أما إن جاءته أجر الحجام بطيب نفس وبغير احتكار فأجر الحجام جائز وهو يقاس عليه أجر الطبيب الذي يأخذ أجرا على ممارسة طبه ومعالجة الناس فالنبي أجازه وعلينا أن نتطبب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق لكل دائن دواء ألا عباد الله فتداووا وعنو به قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي كرم الله عليه السلام ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره ولو كانت أجرة الحجام حرام ما أمر النبي بها وعنه به قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمدني قال حدثنا عبدته عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخد عيني وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه احتجم النبي على الأخد عيني الأخد عيني اللي هو جانبي جانبي العنق على جانبي العنق في وريد معروف كده ينتفخ إذا كتم الإنسان نفسه ففي على جانبي العنق وريدين يسمى الأخد عين فالنبي احتجم على الأخد عيني على جانبي العنق اللي هو يسمى الوريد الودجي الوريد الودجي الخارجي احتجم على الأخد عيني وبين الكتفيني أيضا وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه وعنه به قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدته عن ابن أبي ليلة اللي هو عبد الرحمن بن أبي ليلة الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما يعني نادع على حجام فحجمه وسأله كم خراجك يعني بتعطي السيادة الكامل أن هذا الحجام كان عبدا رقيقا كم خراجك فقال ثلاثة آصع يعني بيعطي لأسياده كل يوم بقدر ثلاثة آصع والصاع حوالي اثنين كيلو نص من التمر أو من الطعام فوضع عنه صاعا يعني أوصى أهله أن يضع عنه صاع ويأتيهم صاعين وأعطاه أجره وعنه به قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير ابن حازم قال حدثنا قتد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل الكاهل اللي هو برضو ايه أعلى الظهر أسفل العنق يعني بين الكتفين وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين يعني ايه في أيام مناسبة للحجامة ويأيام سبعة عشرة من الشهر القمري وتسع عشرة وإحدى وعشرين لأن الدورة الدموية في هذه الوقت يكون منتشرة يعني غير سريعة فلا يحدث لأنها مرتبطة بالمد والجزر الذي يكون في البحر كتلقمر كأن الدورة الدموية أيضا داخلك هي مرتبطة بالبحر في الخارج ففيها أيضا مد وجزر فيستحسن أن نستخدم الأوقات المناسبة للحجامة وعنه بيقال حدثنا إسحاق بن منصور قال عن بأن عبد الرزاق عن معمر عن قتاد عن أنس بن مالك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم بملل ملل ده موضع بين مكة والمدينة مكان احتجم وهو محرم دل على أن الحجامة أثناء الإحرام ليست من محذورات الإحرام إلا إذا تطلب حلق شعر ففي هذه الحالة أجل أما إن لم تتطلب حلق شعر فيجوز الحجامة أثناء الإحرام وليست من محذورات الإحرام صلى الله عليه وآله وسلم ونقف على باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأنوار نبينا بسنته الشريفة لقنا بأخلاقه وأن يشفعنا بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجعلنا ممن يحيون سنته واقتاء فساد أمته اللهم تقبل ذلك منا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكفنا وسائر المسلمين ما أهمنا من أمور دنيانا وأخرانا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة